الاهتمامات المشتركة بالمناسبة كمان خصوصا في الملف الليبي الأوضاع في ليبيا والتداعيات الإقليمية على صعيد الأمن ووضح فخامة الرئيس السيسي أهمية التوافق على ضرورة تضمين العملية السياسية في ليبيا لآلية وضحة لخروج كل العناصر الأجنبية المسلحة المتواجدة هناك خد بالك كلمة جميع يعني جميع مع ضمان إيه بقى؟ عدم تصرب الأسلحة والعتاد العسكري إلى المحيط الإقليمي يعني الناس دي لما تطلع من ليبيا ما اللي همش خارجين من ليبيا ودخلين على مالي ودخلين على تشعاد ودخلين على نيجيريا ودخلين على كوت ديفوار مش هينفع لا الناس ولا السلاح ولا العتاد وخد بالك التجربة المصرية في ده دي تجربة مهمة جدا إنك أنت بتاخد العملية بشكل كامل عملية الكسح والكنس والمحو دي عناصر متطرفة أو عناصر مرتزقة لا تريد أي شيء سوى إنها تسيطر على المقادير الاقتصادية وموارد البلاد اللي بتتحط فيها حلو؟ طيب هل الناس دي عايزة حكم رشيد؟ لا عايزين ديمقراطية؟ لا عايزين حتى حكم بما يرضي الله؟ لا دون شو هتكذبين طيب مصر تجربتها كانت تجربة مزدوجة الأجنحة لو صح التعبير التجربة الأمنية والتجربة الاجتماعية يعني مصر حربت الإرهاب على المستوى الأمني صح؟ جميل وحربت الإرهاب على المستوى الاجتماعي بكل روافده يعني الرافد الثقافي مصر اشتغلت عليه الرافد اللي هو إيه بقى إزاي أقدر أرفع من المستوى الاجتماعي للطبقات المختلف مصر اشتغلت عليه الرافد التعليمي مصر اشتغلت عليه وهكذا التجربة دي إحنا نفسنا إنها تحصل في كل العالم مش علشان هيتقال أصلا مصر هي صاحبة هذه التجربة الكبيرة العظيمة المهمة مش ده اللي فارق معنا اللي فارق معنا هو إن الناس تعيش في هدوء وسلام دي حاجة مهمة جدا طيب